أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والعد واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البهر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء مما أنفحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دآبة وتصريف الرياح والصهاب المسخر بين السماء والأعدل آيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله انداد يهبونهم كهب الله والذين آمنوا أشهد خبا لله ولو يرى الذين ظلموا إن يرون العذاب أن الكوة لله جميعا وأن الله شديد الأذاب استبروا الذين اتبوا من الذين اتبوا ورعوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبوا أن لنا كرة فنتبروا منهم كما تبروا مننا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الآد هلانا طيبوا ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم ردو مبين إنما يعمركم بالسوء والفحشاه وأن تقولوا عن الله ما لا تعلمون وإذا كنا نتبعوا ما نزل الله قالوا بل نتبعوا معرفين عليه أباءنا أولو كان أباءهم لا يعقلون شيئا ولا يحتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعيك بما لا يسمع إلا دواء ونداء صم بكم أم ينفهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزكناكم واشكروا لله كنتم إياه تعبدون إنما هرم عليكم الهدر والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وعنستور غرباق ولا عادل فلا يثمى عليه إن الله وفر الرحيم إن الذين يكتبون ما نزل الله من الكتاب واشترون به ثمنا كلينا أولئك ما يعقلون في بتونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين أسروا الزلالة بالهدى ولا زوا بالمغفرة وما أصبركم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاك بعيد اشتركوا في القناة